بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيكم يا بنات عاملين ايه النهاردة هنعمل سنة بطاطس باللحمة بطريقة جديدة وسهلة وكمان هتديكي طعم حلو جدا وتستحيل ورائه تمام معي توم معي فلفل حرائق حسب الرغبة معي تماطم ترنشاط ومعي بصل ومعي ورقة لوري ومعي اتنين حبهان وملح وفلفل اسود فقط لغير ومعي بطاطس ده تقريبا مستكيلو بطاطس ما بكطرش فيها وعندي بقى اعلى النار كده هعمل بصلوية صغيرة هشوحها في معلقة سامنة وحنزل بورقة اللوري وفص حبهان تمام كده هديها بقى تقليبة كده وبس تتبل يا دوبك تتبل زي ما انتم ما شايفينها كده هنزل باللحمة هديها صدمة فيها تمام كده عشان احنا بنحبها اللحمة مستوية فيها تمام؟ يعني بنحب قطع البطاطس رفيعة مش ساميكة وبحب اللحمة يعني مستوية فيها تمام؟ فلازم ما ادي صدمة للاول اللحمة بس بتدي تسترقع قوي وبتدي طعم حلوي قوي وطعم جديد تمام؟ دي لحمة ضونية تمام؟ حابة تعمليها بلحمة بقري مفيش مشكلة بس لحمة ضونية خفيفة وطبعا ما حطيتش اي مادة دهنية غير المادة الدهنية اللي انا حطيت فيها اللي هي معلقة السمنة اللي انا عملت فيها بس البصلة بتاعت البحر تمام؟ حاسبها بقى تاخد تشويحة كده تمام؟ حانزل عليها بكوبايتين مية وكل ما تعود مية هحط لها تاني يعني لو لسه ما استوتش ومحتاجة سوى وانا عارفة ان البطاطس مش هتاخد سوى معي في الفرن مع الخضار فحديها برضو مية تاني تمام؟ متلاقيش من اي حاجة طبعا مش هحط ولا ملح ولا اي بهارات عليها تمام؟ هغطيها بقى كده نديتها تقريبا كوبايتين مية هغطي النار عليها وهي تقريبا مخدتش قد يعني غير كوبايتين مية دول وانا اختبرت اللحمة ولقيتها استوت الحمد لله تمام؟ هسيبها بقى على النار برحيتها خالص جدا وزي ما انا بوريك اهو بقولوك اهو لسه بس بتشرب المية بتاعتها وبعدين هاخدها تمام؟ بس هسيب فيها شوية سوس صغيرين معي بقى صنية ومعي بقى البطاطس والطوم طبعا بقى حسب الكميات اللي انت حباها احنا بنحب البصل فيها فيها كتير شوية والطوم تمام؟ فانا خرطت طماطمية واحدة بصلية كبيرة او بصلتين وسط ومعي خمس ست فسطوم وقرني فلفل حرق بس واحد ومالح وفلفل اسود ونزلت بقى بالبهارات حبا تحطي عليها ايه بهارات تانية حطي بس هي كده بتبقى طعمها احلى وبيبان بقى طعم البطاطس بيبان طعم اللحمة بتبان تفاصيلها تمام؟ هنا بقى حبا قلب بايدي كده حقلب بقى كل الخضار ده كده في بعضه مهم انه يدخل في بعضه تمام؟ زي ما انتو ما شايفين اهو تمام؟ بصوا انا خلت في اللحمة شوية تصوص صغيرين هنزل بالبطاطس الاول حدية برضه تقليبة مع البهارات وكده والخضار المتقطع تمام؟ عشان الطعم كله ياخد من بعضه وفاهميني ازاي وخفيفة وبسيطة يعني ولا ضربت الطماطم في الخلاط ولا عملت اي حاجة خالص تمام؟ غير الفراخة يعني غير طريقة البطاطس باللحمة اه 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 ارسنية البطاطس بالفراخ تمام؟ كده خلاص اه هجب بقى اللحمة بصوا بقى كده سايبة فيها شوية اه مية سوس من اللحمة اللي نزل منها تمام؟ هنزل بقى رص اللحمة عاجي بأي طريقة انت عايزها تمام؟ اه اه طبعا انا كل ده ما طبلتش اه اه اتبلت اللحمة صوري حیطت شوية ملح وحطت شوية فلفل اسود واخد تمام كده هرس بقى اللحمة وحرش رصوص ده ده عليها مش هحدة اي مية تانية ولا اي حاجة تانية خالص تمام؟ اه اه زي ما انتو مشاقين كده هنزل بقى بكل كده حنزل بقى بيكولو كده عليها تمام؟ بكل حاجة بقى ببهارات تمام؟ و هغطيها بورق فويل و هدخلها الفرن والله هتاكلي احلى سنية بطاطس غلتيها في حياتك و اخفها هغطيها بقى بالورق الفويل عادي جدا ما عندكيش ورق فويل و عندك بس سنية يعني ليها غطأ او حاجة و يخش الفرن و تدخليها زي ما هي عايزة تديها غلوة على البتاجاز من فوق و بعدين تدخليها الفرن برضو زي ما تحبي بس انا عشان انا مقطعها البطاطس ينس بتقطع البطاطس تخينة شوية انا بقطعها يعني مش تخينة و مش رفيعة تمام فاهميني ازاي بس عشان ما تاخدش بقى يعني سوى اللحمة طبعا مزاي سوى البطاطس فعشان كده انا بديت اللحمة شوية سوى فوق من فوق من على النار و بعدين دخلتها الفرن تمام هنعمل بقى شوية رز بالشعرية عادي معلقة سمنة عادي خالص تمام و هنزل بقى بشوية شعرية صغيرين لان احنا بنحب الرز يعني الشعرية قليلة شوية في الرز تمام 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 هنزل بقى بشوية شعرين كده في الحلة تمام تمام و هحط معاها ورقة لوري و فصحة حبهان و الحاجات دي بنات بتدي رز طعم حلو جدا يعني لو عملت رز ابيض زيت بس او مسلوق لو حطتي فيها الحاجات دي هتبقى طعمها حلو جدا هتديها طعم حلو جدا تمام هنقلب بقى شوية كده فيها لحد ما تحمرت تمام اهو و هحط فصحة حبهان و هحط فصحة ورقة لوري واحدة صغيرة اهيه هتديها بقى إيه ؟ تقلبي باردو حد ما توحمر كده بقى هاتتضى لقلب فيها حazzi عن هي فتحه شوية عشان هتديك تستة حلو للرز المتغمقش الشعرية قوي عشين الRZ معاك يبقى فاتح ايه و هنزل بقى با كوباية رز واحدة تمام انا بعملش كمية رز كبيرة فهي كوباية رز واحدة حلوة و او كفاية تمام اه حقلب بقى الشعرية بالرز تمام حفظ guilt比هم بقى كده مع بعض ثم سأضع الماء هذه هي طريقتي في الرز أريد أن تغلي الماء و تضع فيها الرز لا يوجد مشكلة كما تريد سأقلبها كثيرا أريد أن أقول لكم الرز كانوا جميلون جدا و مفلفل جدا و يتاكلوا الوحديهم من غير أن أضعوا أي أكل أخر كل يوم كده بالمعلقة وهي سخنة تحفى تحفى بجد و لا تندمي و أضع الملح تمام في الماء و أضعوا تقليبة حلوة و أغطي الحلة و كده خلصنا كمان الروز سأقفل النور عليه سوري حافل الحلة عليه أسفا و هسيبه بقى مئي براحته هعمل بقى معاك و رز بلبن بطريقة سهلة و بسيطة و من غير إشطة و من غير كريمة و من غير أي كريم شانتي بودر أو أي شيء معايا كبات رز واحدة معايا 2 كيلو لبن و معايا سكر طبعا سكر حسب الرغبة بس نحن بنحبه محلي شوية و معايا 2 كيلو لبن تمام و معايا وحدة فانيليا واحدة و معايا طبعا النشا سهلة جدا وبسيطة هنزل بكوباية الرز على النار أنا مش بخسلها تمام و هحط شوية مية هحط تقريبا دي كوباية رز هحط معاها كوبايتين و نص مية تمام لحد ما الرز يستوى خالص يعني أنا حسوي الرز خالص في المية تمام كده يعني حسوي لحد ما يعني يبقى خلاص يعني استوى خالص طري خالص فاهميني ازاي بس اهو بص براهولكو هي بقى هو الرز ينفيش يعني بيديكي كمية كبيرة تمام دي كوباية رز واحدة هبيديكي تحس ان هي كمية كبيرة تمام المهم هنزل بقى بالسكر بصو انا حطيت تقريبا كوبايتين و نص سكر احنا بنحبه محلي شوية انت حسب رغبتك حابة تحطي كوباية سكر واحدة حابة تحطي كوباية و نص برضو زي ما تحبي تمام بس خير الامور الوسط يعني تمام حديها بقى تقليبة كده هقلب السكر مع الرز في شوية المية اللي كانوا فضلين فيه بعد مستوى خالص تمام هتكلي احلى رز بلبن في حياتك والله العظيم ونفس اللي بتعملي تجبيه من برا بالظبط من غير quinta ومن غير من غير كريمة ومن حاجة جربيبي طريقة دي و بللبن المعلب انا بعمله باللبن المعلب مشوننا البلدي تمام يعني باختصر ان انا احط حنزل بقى باللبن يخطر ان انا احط لبن بوضر على اللبن البلدي Cup لابن بالدي عادي بتاعنا بحط لبن بوضر بحط كريمة اشته عشان يديني نفس التست بس اللبن المعلب بيديكي نفس التست اللي هو بيبقى من بره اللي هو تحس انه في كريمة كده تمام حنزل بكمية اللبن كلها وحخلي كوباية لبن واحدة بس هدوب فيها تلات معالق نشا او اكتر طبعا لو انتي حبا نشا يعني النشا بتاعك انا حطت تلات معالق نشا تمام ادي كوباية لبن هيا هدوب فيها تلات معالق نشا تمام كده سهل جدا وبسيط تمام انا قلبت بقى طبعا اللبن مع السكر مع الروز في الحل عادي وحعمل بقى ايه الكوباية دي اللي فيها النشا هدوب النشا خالص عشان ما يكالكعش معاكي لازم تدوبيه في كوباية لبن ساقعة يعني عاديا مش سخنة تمام عشان ما يكالكعش منك هقلب بقى كده بسوا عادي خالص انتوا براحتكم يعني متقلقيش هو حيفوك معاكي بس واحدة واحدة بضل يقلب في كده بقى ايه شوية تمام تقريبا دقتين او حاجة بسوا اهو كده هو داب خالص ما فيش اي حاجة خالص حنزل بقى عليه اه حنزل على الارز وحافضل اقلب بقى فيه لحد ما يغليه تمام حيتقل بقى معاكي هو مع الوقت حيتقل معاكي تمام اهو كده حافضل اقلب بقى فيه لحد ما يتقل تمام حنزل بقى بفانيليا عندك اه ميت موارد حتي حتي نص غطى كده او غطى كامل تمام عندك فانيليا حتي برضه مش حابة تحتي متحتيش خالص عنده الجوز هند مبشورة وبتحبه طبعا الجوز الهند ممكن تحتي جواه بس اه يعني احنا بنفضله سادة يعني افضل تمام اه كل واحد بقى حسب ما هو عايز تمام بس المهم اه تمام كده هو انا فضيته في اه في اطباقه كده تمام حابة برضه تدخلي الفرن الفخار ده الاطباق الفخار ممكن تدخليها الفرن يتكرمل من فوق شوية برضه هيبقى احلى تمام حسب ما تحبي وده الرز بتاعنا اهو خلاص كان خلص معنا اهو وسنية البطاطس كمان انا بوريكو بس الرز خلص معنا كمان وسنية البطاطس اهي واستوت جدا البطاطس وعايز اقولكو رحتها وطعمها كان حلو جدا جدا احنا كنا بناكلها بالمعلقة يعني تمام بوريكو بقى البطاطس استوت ازاي وبقى تبصوا مرملة ازاي واستوت خالص خالص يعني واللحمة كمان استوت اه براحتها و اه بجد كان الحتها حلوة جدا وطعمها حلو جدا وده كان غدانة و اه و اجربوها بالطريقة دي هتعجبكو جدا وبس تسوي اللحمة لو محتاجة سوا معاك اللحمة غير لا غير الفراخ تمام